بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معلوم الاستثمار يعني كي يبقى رهين يعني النوع الاستثمار بنوع يعني رأس المال المستعمل وغالب الأحيان ما كيكون الاستثمار مدير للربح هناك الاستثمارات العقارية هناك الاستثمارات يعني في مجال الفلاحة وهناك الاستثمارات ايضا في مجال الصناعة وايضا بعد القطاعات الأخرى القطاعات السياحية ولكن اليوم سوف أقتصر من خلال هذا الشريط فيديو بالاستثمار عبر الأسهم يعني من خلال أسهم البورصة كما هو معلوم يعني الشركة أو المقاولة هي هد يعني هد الاستثمار في الأسهم يعني عبر البورصة هي ما مفتوحش للعموم ولكن هي مفتوحة لبعض الوسطة اللي كي نشتوق في إطار البورصة أو ما يسمى لسوسيته بورسيغ يعني لسنترميديار بورسيغ وهما كيتعدوا في المغرب هما العدد ديلهم سبعتاش للشركة يعني بورسيغ أو ديستة سوسيته بورسيغ اللي من خلالها كيتم يعني القيام بمجموعة من العمليات سواء البيع أو الشراء لأسهم لأسهم بعض مجموعة من الشركات اللي كيتم أو كيتعرض البيع ديالها داخل بورصة مدينة صدر البيض وهد يعني هد الأسهم كتكون عنده واحد يعني واحد ثمن واحد صقف اللي من خلالها كي يقوم واحد المجموعة من الشركات يعني بواسطة هدل لزام ترميديار بورسيغ باش كي يقوموا بشراء واحد المجموعة من الأسهم داخل الشركات معينة وكيتحملوا يعني عبئة يعني وما كيكونوا واحد الاختيار لأنه إلا جينا نشوفه مثلا وهذا على سبيل المثال وليس من من باب الإشهار مثلا جنوب شركة مغرب غاز يعني معروفة هذه الشركة اللي الناس استطمروا فيها واللي كانت يعني مدرة للربح بالخصوص يعني شراء أسهم الشركة اللي كتكون يعني على مدى يعني مدى متوسط واللي كيبقى يتجدد والربح يعني كيوقع واحد لكيميولاسيون نتعدك للا المتوسط نتعدك للا المتوسط ولي كيواللي وعاوتاني استطمروا انه ريانفستير يون دوزيان فواللي كتبقى كتت يعني تتتراكم الأرباح أرباح أرباح لأسهم الشركات و واحد المجموعة من من الأمور اللي كت يعني كتكون مدرة للربح وكيكون واحد الاستثمار يعني مربح يعني هنا يعني هذه العملية كتتوقف أولا على يعني أول مسألة خاصة لابد ما يكون النانترميدية البورسية يعني هاد النانترميدية البورسية هو اللي كيلعب دور الوساطة بين يعني صاحب الاستثمار وبين الشراء بين البورصة اللي كيقوم واحد مجموعة من العمليات سواء عملية البيع أو عملية الشراء الأسهم داخل الشركات معينة وهذا أوتاني كيقتضي واحد المسألة أخرى اللي فتح حساب يعني آآ يعني حسب حسب فتح حساب اللي هو مخصص أو اللي مخصص فقط لشراء الأسهم للقيام بعمليات شراء وبيع الأسهم واللي يعني هو بحل آن كونت كوران اللي كتسير البنكة بمعنى كي وكي كيرصد واحد المجموعة من العمليات فيها الأمور اللي كتشراء والأمور اللي كتباع وشنو وفيها يعني الأرباح وفيها واحد المجموعة من المداخل هذا الانترميديير بورسي أو أو بورسي هذه هي اللي كتقوم بواحد المجموعة من العمليات وكتقوم أيضا يعني بلاتانو ديال لكونت لكونت تياغ اللي هو مخصص لي يعني الاستثمار في أسهم عبر طريق البوزدار وكين هناك أيضا يعني واحد مجموعة من الأبنك اللي عنده ديال ديال اللي كتتعامل يعني ك لسوسيتي بورسي بحال وفا بورس اللي تبع للتجار وفا بانك بحال بمس كابيتال اللي تبع لبمس بحال لبمس تبع أو سيدجي كابيتال اللي تبع لكاس ديبو ديبو ديجسيون هاد هاد لز ارغانيزم فينسي كي قوموا بهاد يعني بشراء وبيع يعني اسهم داخل الشركات وهاد الاسهم كتكون غالب الاحيان يعني كتكون مدرة للربح وبالتالي يعني كتكون واحد الاستثمار اللي كيرشع على صاحبه بواحد احد المجموعة من المداخل وهاد المسألة دي يعني كتبقى واحد المسألة كباقي الاستثمارات الاخرى سواء في العقار او في المشاريع السياحية هير هي هاد المسألة عند بعض المخاطر ربما لبعض الشركات لعدم اختيار بعض الشركات اللي ربما كيكون الافلاس او كيكون افتالي كهذا المستثمر كيتحمل واحد القسط من المسؤولية واحد القسط من الخسارة ولكن ولكن في غالب العموم ما الاستثمار في اسهم عبر البورصة تكون مدرة للربح ويعني من خلال هذا التقديم حاولت نبين كيفاش كيتم الاستثمار عن طريق الاسهم داخل البورصة وكيفاش كيتم لان من خلال الشركات يعني الاسوسيتي بورسية هذوك الوسط بين صاحب الاستثمار والبورصة كي هذك المستثمر كيعطي واحد الامر ذاك الانترميديا البورصية او ذاك يعني 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 باش يشري او يبيع على حسب يعني ما تقدم البورصة كل يعني يبدو ما داك شي على حسب يعني عرض واحدة المجموعة من الاسهم وهو كيبقى واحدة السوق مالية لان تال البورصة كتتعتبر سوق مالي واللي كيدخلو لها يعني مجموعة ديال الشركات هي مفتوحة للعموم ولكن مفتوحة للشركات اللي كيدخلو وكيقوم بواحد المجموعة ديال العمليات داخل البورصة بالاستثمار عبر أسهم عبر الأسهم المعروضة أسهم الشركة المعروضة داخل البورصة من الذي يقوم بدخول يعني الشكل اللي عنده الصلاحية باش يدخل لبورصة مجلنا ليس للعموم ولكن للشركات وبأي وسيلة هات الشركات كيدخلو كيدخلو اترافير واحد ديزان تيرميديار بورصي اللي واحد المجموعة من الشركات دي السوسيتي بورسير اللي العدد دي لهم 17 الشركة داخل المغرب وهنا كأيضا كما سبق لي أشار لها تشار الفيديو بعض الوسطة دي فيليل دي الابناء المغربية اللي سبق لي أشار لها بحال يعني وفا بورص اللي تابعة التجار وفا بانك أو البيمسي أو البيمسي اللي تابعة البانك البيم باري فإلى هنا أكثر في بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله ومع موضوع آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا